كل في كتاب مبين إذا كان هو دفع بكم إلى هذا فاذكروا فضل الله وإذا دفع بكم إلى ذا ما تقنطوا من رحمة الله فاذكروا مغفرة الله عرم الكلام هذا عشان كذا الشيطان بخاطرة بيجيق من كل جهات بيجيق من الياس ثم لأتن من بين أيديهم ومن حلفهم وعن كويس هذه الأبواب للشيطان قال بيجي منها آتن من بين أيديهم بيشككهم بيجيق الوسوسة هل بتشكك المثلا في القيامة قيامت قدامك كل دقائما من الدنيا تاريب من أجل الناس نتكلم للفقرة بيقول ليك مرتب وككلام بس يعني وكال القيامة تبقل ما تقوم إنني نقول مداما هتقوم كلام بس قالوا الناس داع لو كان دقي لك دي دي وسطك من قدامك من بين أيديهم آممم ومن خلفهم كمان اما الوسوس كالك لابد من أنك مثلا تفكر ذلك بالنسبة لهذه الدنيا هذه الدنيا لابد من تقربه هي بس كذا كذا لأنها الدنيا وراك والآخرة قدامك فأقول لك أن تفد لوراك جاهد الدنيا دي ما تخلي لأنها كان فيه شغول صهيدة الدنيا دي بس قل الكلام بقول لك الآخر دي كل تساعد الدنيا دي ما تخلي تمر بني إذا تشتغل في شيء كان أنت لقيت الدنيا دي مرادة كما وعن أيمان ينكر من ناحية مثلا ترك الواجبات وعن شمائل من ناحية فعل المخالفات والمعاصي هذه هي الأشياء اللي هو بيجي به يجيب هذا بالأول لأشياء كثيرة كذلك بالنسبة للأيمان يجيب من ناحية الزيناية عشان في الحياة دي عطلت مما يكتبه لك ملك الحسنات ويجيب من ناحية الزيناية عشان يدفع بيت لتعمل ما يكتبه ملك السيئات مفهوم الكلام هذا فلق بل بقدام والوضع يجي الشك مثلا في التوحيد الشك مثلا في واحد من حق كل يداخل فيه هذه هي الجهاد اللي الشيطان بيجي للعبد من حق ولكن هذه الجهاد كلها الإنسان بقدر لو تمثل يا الله تبارك وتعالى بقدر من جميل لأن الله هو الأول والآخر والضاهر والباطن في جميع الجهاد الشيطان ما بقدر بيأسر فيك إذا كان انت تمثك يا الله تبارك وتعالى وذكرت الفضل وذكرت المغفرة والرسول بقول للشيطان في قلب ابن عدم لما سيء للشيطان لما بقلب ابن عدم وللملك لما أما نمة الشيطان فهي إعاد مثلا بالشبه تكذيب بالحق وهي ربنا تبارك إلى الملك كمان تصديق بالوعب وإمام بالحق مفهوم الكلام هذا حلوارد زي ما دلوقت وصفناه إذن الشيط بدخل الجطبة إذا خير بالنسمي وارد إما أن يجي من ناحية الملب أو يجي من ناحية رب العالمين إذا كان شر بالنسمي خاطر إما من ناحية النفس وإما من ناحية الشيطان بالنفس الشيطان بدل كلمة خاطر يطلق عليه كلمة الوسوسة بعض الصوفية بتسامحوا في المسألة فقولوا الخاطر من الشيطان والوسوسة من النفس مع أن كلمة وسوسة عبارة عن كل شيء يدخل في القلب وهو ما مبني على حقيقة وإنما مبني على زخرفة القوم والتزيين فقط وهذا شيء يصدر من الشيطان وفيصدر كما من الإنسان وفيصدر الإنس وبيصدر من شياطين الجن ليعثم كان الأمر يوحى بعضا لبعض مرة أخرى فالزخرة القول هو حقيقة الوسوسة التي تدخل هذه القلب العلماء قالوا هذه الأشياء الأربعة التي تدخل القلب لها علامات علاماتهم شنون الخاطر النفسي تفصل من الشيطان بطاهدة وحدها الخاطر الشيطاني عندما يرد على قلبك وترجع إلى الله وتذكره ينغطي وبذول الخاطر الشيطاني إذا دخل في قلبك وفكر الله ساعدها بذول عشان كده ربنا بقول إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون يعني مجرد ما تذكر الله تبارك وتعالى الخاطر الشيطاني قروه النفساني لا مقروه زي الطفل الصغير يتعلق الحاجة إذا كان عرفت المسألة جاتك نحوز منها وككل أبتالي كلها جاتك عرفها من النفس إذن عادة يعني شيء تعودت عليه جب عليه أن تجاهد ذلك والذين جاهدوا فينا لنهدي أنهم سبولنا إذن المخلصة من خاطر النفس كمان هو مجاهدة لنفسك حتى تفطمها من هذه العادة السيئة لأن فطم النفس من العادة السيئة ومن رعوناتها هو خط العادة فيها وخط العادة شرط في وصول إلى الله تبارك وتعالى وفي الجهاد الفرق بين الخاطر النفساني والخاطر الشيطاني الخاطر الشيطاني عندما تذكر الله بزول وبتوقف وفهم الكلام هذا والخاطر النفساني كان ذكرت الله كله بتوضف دجئة ودجئتين تاني برجع اليك ما بيخليك يعني النفس زي الطفل مأكده ولا لا النفس كالطفل إن تونله شبع على حب الرضاعي وإن تفطمه ينفطني معنى هذا أن النفس دائما متمسك بالشيء بتدوري منك لو أنفتها عدم الصلاة هي متمسكة بيدا لو أنفتها عدم مثلا الامتسال للمعبورات هي متمسكة بيدا وأنفتها شرب الخمر الزنا هي متمسكة بيدا وأنفتها السلجة هي متولفة بيدا متمسكة بيدا لكن لو أردت أن تفطمها منك وصدقت في النية تقدر تتخلص منك الشيطان بجاء غير كده الشيطان هو ما بيتمسك بشيء واحد جاء بليد مثلا الزنا لجيك قوي فيه بخليه يجيب لجا المريسة خلاك ده كما قدر يجيب لجا الغيبة والنميمة دمك يعني الشيطان كاركة تير جنبه هو بدور يضلك بس ما مهم يضلك يعني عن طريق شيء واحد عن طريقة النفس عن طريق سرقة عن طريق زنا عن طريق خلق والمهم يدخل بينك وبين الله حاجة ربنا يجب ضربان عليك وخلاص ما دائر حاجة محددة النفس بالعكس هي الشيء الواحدة الواحدة لبس تتمسك بيدا حتى لو جيب لي شيء آخر غير كلها تمسك بتخليق ترجع للأول دا لدور الأول دا بس وما في يعني ما مهم إذا كان الشيء لهي بالدورة دا فيه نفسه مهم أو ما مهم أنا بتكلم في الواردات دي والخواقب دي عشان تنفهم كويز لشان الأهمية في الموضول أن هذه الأشياء كلها ابترد على قلبنا وهذا القلب هو البوابة الوحيدة اللي بيننا وبين الله عشير به يدخل ربنا تبارك وتعالى مقدر كربي يعرفنا أن دائما إذا كان لجينا الإنسان مثلا دخل لهذا ثاني دخل لهذا مثلا الكسل بيجي من جاي رب كراهية العبادة يجي من جاي وترك الصلاة يجي من جاي وما سابت على حالة هذا من الشيطان علاجة شنو ذكر الله تبارك وتعالى إذا كان مثلا الشهوة واحدة بس ماسك الإنسان بدورها هيجي بس كما تحققها بشيف كأنه يشيفها الدني علاجة شنو مجاحدة النفس محاسبته على القليل والكثير وجبرها عشان تآمن بالله وتآمن بوحد الله وتآمن بأنها في يوم من الأيام يحاسب بين يدي الله ده اللي بيخليه تستقيم عرض الكلام هذا الواردات الواردة هي الخير علشان اللي بتدخل في القول الخير إذا كان لقي الخاطر اللي دخل قلبك ده متضمن معاني العبادات والصالحات والخيرات بم سأوليك ركعات بم سأوليك يوم مثلا بم أصدق ليك شيء لمسكين أو بعيد بم أزأمن ليك ذكر كده شوية ده كلك بسمو خاطر ملتي خاطر ملائكي لأن الملائكة مهمتهم هي إدخال الخير في قلوب المؤمنين الوارد الرباني عبارة عن الخضوع لله تبارك وتعالى والنفوذ من خلال الآثار إلى المؤسس الآثار شنو؟ عندما ترغب لا ترغب بعد الخطاعة يريد أن تتوصل للسوال من أجاب أن أجاب أن أجاب أن أجاب يعني أن هذه الآثار تتركب على أسماء من الأسماء الإلهية الأسماء الإلهية أسماء لربنا تبارك وتعالى فاهمين الكلام هذا فمجاوزة الآثار لمشاهدة المؤثم مجاوزة الآثار لمشاهدة المؤثم الذي هو الله تبارك وتعالى عن طريق التجليات بالأسماع جاء يسموه الوارد الرباني فالوارد الرباني بفيدة علم في المعرفة وتمكن فيه الوارد الملكي بفيدة قوة في العمل الصالح الوارد النفسي بيلقبت مثلا في الشهوات والأهواء بيجنب يكفيهم وفو الكلام هذا والوارد الشيطاني هكما بيجلبك بين المخالفات من مخالفة إلى مخالفة معصية مش مهم أن تكون معصية كيف شكلها لكن المهم أنك تكون مع الله في حرف قصة الشيطان يعني مؤاملة الشيطان للإنسان هي مؤاملة العدو عشان كده ربنا جاء إن الشيطان للإنسان هي عدو مبين معاملة النفس للإنسان مثل الأمر ولتعب لأن الأمر ولتعب دائما شدة الشفقة والحرص على مصلة نصلها تحيانا بتفاوض المصلحة كلها تلاجل أو تكبر ولتها كيكيكي وتبدنك حتى يكبر ابقى كبير ولكنه تصرفاتها كلها ينديها للدقاء كان ولا لا؟ أيها هي من حصها عشان تسويق أفضل الناس إلى أن تسويق آخر الناس أجبت الكلام هذا؟ فالنفس هي معتقدة أنها لما تخليك تسوي بالدولة هي حقق الليل أملا؟ هي ليست تعمل حاجات بأشياء أدوله لا 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 لأنها هي جريبة هي بتكلمك هي في الجهات تقول لي ما تبصد أفضل بقاء ضد من فنائك وكذلك في الأشياء الأخرى حقق أملك يعني شهوتك ومطلوبك حقق أحسن من يفوتك عرفنا الكلام هذا؟ طيب ربنا تبارك وتعالى إذا كان رفعت إلى مستوى المعرفة بالله جميع الخواطر والوساوس التي تقول لها كلها تختفي جميع الواردات من مبادئها تقول لها المفترقة تختفي بيفضل شيء واحد بس كل شيء دخل في الدولة جاءت من الله كالخير ربنا أكرمك ورفعت بي أو أرات إكرامك ورفعتك إن شاء نجاب لك الخير وإذا شر هكما هذا إهانة وامتحان من الله إليك أراد أن يمتهنك ويهينك غفوا الكلام هذا؟ هذا الأثر الإكرام والإهانة هذا الأثر مجاوزة الأثر هذا للمؤثر هذا هو إجراء أن ما دخل القلب والد الإلهي إذا هذا الوارد اللي جاء من الله تشوف إذا ورد عليك حر يجب عليك أن تدرك أنه فعلا من الله لكن ربنا ما أراد أن يرفعك ولا أراد أن يكره بل أراد أن يهينك ليه؟ أراد منك أن تجيب على باب العبودية وباب التدرع وتطلب مني يا ربي حس الموقفي وحس المكانتي وغفر لي وتقبلني وقربني فبدوري يسمعك من الناحية وإذا مثلا ديام الخير ليه؟ واجب ليه كمان هنا قلبك ملي بحب الله وشهود المن ليه دا قل لك من فضلك يا ربي دا قل لك الجودة وكرمك أنا شنو ما حندي حول ولا لي قوة ولا لي مقدرة ولا باهن أمشي ولا باهن أفشي دا قل لك من فضلك عليه وجودك أي مشاهدتك للنعمة والشكرة على الله تبارك هذه حباتك في مقام إذا ربنا أورد على قلبك الخير فمجاوزتك مثلا لأثر التجلي بالخيرات ومجاوزتك مثلا لأثر التجلي بضد الخيرات لمشاهدة المتجل الحقيقي الذي تجلى بهذه الآثار له والله تبارك وتعالى هو الوارد اللي ورد عليك أورد علينا الواردة عشان إيه؟ عشان يتسلمك من يد الأغيار لأنك قبل ما تنفده واقف أيدي الأغيار محكوم بطلب الأغيار واقف إما مع شعوتك أو مع حواء أو جاري وراء الأكل أو جاري وراء الشراء أو جاري وراء أي شهوة من الشهوات أو جاري مع الدرجات أو جاري وراء الكرامات أو وراء المقامات إلى أخيرا ربنا تبارك وتعالى بقول لك يا ابن هادم يا عبدي درجة تكويم كل وقت الجاهل اللي كان رصح في العبودية عشان أورد علينا الواردة عشان أتسلمك أأخذك من الأغيار اللي كان قربة جايرة تستعبدك بيه فكن معاي وخلي مننا فكأن كل شيء في القوم بقول لك إنما نحن فتنة فلا تكفر عشان كده قالك وليحرعك من ذلك الآثار كذلك عشان يحذرك من عبوديتك للآثار التي ظهرت من التجلي بالأسماء الإلهية عرفنا الكلام هذا؟ لأن كلمة الآثار تنطلق على كل شيء الله خلقه في الدنيا وعلى كل شيء أنت تتشقه أو تخاف منه أو ترجوه أو تطلبه دنيوي أو أخروي فهذا كل اسمه الآثار معنا عاجل أشياء كلها ربنا تجلى على مشوفه الأرزاق ربنا تجلى باسمه الرزاق فأوجدها ولا ما كده الأحياء ربنا تجلى باسم الحي فأوجدها مثلا الموت مثلا الله تجلى باسم المميت كده ولا لا فعشان كده لابد جميع الأشياء اللي أنت مثلا تتعلم بها وتجري وراها دي أثار لأسماء الله تبارك وتعالى